اطلع وكلا وزارة الزراعة والرأي لقطاع الخدمات الزراعية المهندس أمين باقادر وقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي جنيد ومعهما وفد منظمة الأغذية والزراعة الفاو برئاسة مسؤول الطوارئ بمكتب المنظمة بروما دومينيك على سير عمل المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي في مديرية دار سعد بعدا واستمع باقادر وجنيد ووفد الفاو إلى شرح من قبل مدير عام وقاية النبات علي الشيباني حول نشاط المركز في مكافحة الجراد وتنفيذ حملات المكافحة وصعوبات الفنية التي ترافق الحملات مشيرا إلى أن المركز سيقوم بعملية مسح ميداني لمكافحة الجراد للموسم الشتوي خلال الأسبوع القادم بمحافظة أبيان